النهاردة هو اليوم التاني لانتخابات المصريين في الخارج الحقيقة من مبارح للنهاردة وإحنا بنتابع العملية الانتخابية وفيه شوية كده جمل أو بعض التعليقات اللي ممكن نتكلم عليها وبعض المشاهد كمان اللي عايزة أعرضها لحضراتكم بخصوص عملية الانتخاب أولا إحنا دائما إحنا بنتكلم عن تصويت المصريين بالخارج بنقول إنه الحشد إحنا مش متوقعين يكون كبير جدا لأنه أعداد المصريين بالخارج احنا بنتكلم عن 14 مليون مواطن متواجدين في دول مختلفة أبرزهم أو الأعداد الأكبر موجودة في دول الخليج الجالية المصرية الأكبر في السعودية تليها الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة وبعدين بقى تيجي وتتوالى بقية الدول سواء الأوروبية أو أمريكا فإحنا بنتكلم عن 14 مليون مواطن متواجدين في مساحات وفي دول مترامية الأطراف بنتكلم عن 137 لجنة فرعية في السفرات والقنصريات في 121 دولة ما كانش فيه توقع لأعداد حاشدة بس الحقيقة أنه الأعداد اللي نزلت من مبارح للنهاردة وإحنا لسه في اليوم التاني من الاقتراع أعداد مباشرة جدا والفكرة كمان اللي عايز أقول لحضراتكم من الفكرة مش بس في الأعداد الوطنية وإيجابية المشاركة للمصريين في الخارج لافتة جدا وبينة جدا وتفرح جدا والأهم من كل ده وده أنه مشهد انتخابات المصريين في الخارج ما فيش أي عنصر فيه أو ما فيش أي عوامل متدخلة فيه غير وطنية المصريين يعني مثلا أفسر اللي أنا عايز أقوله هنا في مصر لما بنيجي نقول مثلا فيه حشد قدام اللي جان فيه أعداد كبيرة نزلت نقدر نعزو دوت أو نرجع أسباب ده لعناصر كتير ممكن مثلا نقول أنه فيه دور لوسائل الإعلام ممكن نقول أنه فيه رأي عام مصري محلي رايح باتجاه المشاركة في الانتخابات ممكن مثلا نقول أنه فيه جهد للأحزاب السياسية الأحزاب قامت بدور عملت مساهمة مهمة كلمت الناس وصلت للناس طرقت الأبواب حشدت الناس حتى للنزول للانتخابات والمشاركة في عملية الاقتراع أيما يكون المرشح أي واحدة من الأسباب دي ممكن يكون لها دور في نزول الناس لمراكز الاقتراع لكن وإنت بتتكلم عن المصريين في الخارج مفيش أي دافع لي المشاركة مفيش حاجة تدفع واحد مقيم في أمريكا أو مقيم في فرنسا والجو برد جدا ودرجة الخرارة معرفش كام وفي كندا كام تحت الصفر وعندهم أشغالهم وعندهم مساحات شاسعة بيسوقوا بيها بالعربيات عشان يوصل لمركز الاقتراع مفيش حاجة تدفع الشخص ده أنه ينزل ويشارك في الانتخابات الرئاسية غير حاجة واحدة بس وطنيته حبه البلد مصري مواطن مصري أصيل بيحب بلده وعايز ينزل يشارك في الانتخابات مهما كانت العوائق والتحديات ومهما كانت الصعوبات ولا هو مستني حد يقوله انزل ولا هو مكبر انه ينزل ولا الحكومة ضغطت عليه بأي شكل من الأشكال هو قاعد في بلد لا علاقة لها أصلا بالمشهد المصري أمريكا ولا فرنسا ولا كندا ولا نيوزيلندا ولا أستراليا ولا جناف ولا أي دولة من الدول دي ما عندهمش أي سبب يخليهم يضغطوا على المصريين هناك إنهم يشاركوا في الانتخابات ولا الموضوع يعني بالنسبة لهم ضغط بأي شكل من الأشكال ولا ليهم مصلحة يعني فيه فاللي خلى المصريين النهاردة ينزلوا بالأعداد دي وتاني الأعداد كانت مفاجأة العداد أكبر بكتير مما أنا كنت متخيلة فاللي خلى المصريين تنزل بالأعداد دي ومش بس بالأعداد بالروح دي خلينا أقول حماسة وإيجابية ونزلين لمين بعض واخدين بعض كلهم في عربيات وإوتوبيسات نزلين بالأعلام نزلين بالشعرات نزلين بالأغاني نزلين بولدهم نزلين بأسرهم وأطفالهم وأحبابهم وصحابهم اللي مخلي المصريين مشاركين بالروح دي بالشكل دوت بالطريقة اللي احنا شايفينها يمكن على الشاشة في دول مختلفة أو في مشاهد مختلفة هو حب الناس دي لبلدها اقتناعهم بانه لازم يبقى ليهم دور في اللي بيحصل في البلد لازم يكون ليهم مساهمة ايجابية لازم يكون ليهم ولو رأي في انه البلد تكمل وتستمر وتتحرك لقدام روح الحقيقة يعني تستحق كل التحية والتقدير وجهد منهم مشرف جدا وانا كنت سعيدة جدا بصراحة بشكل شخصي وانا بتفرج على مشاهد مشاركة المصريين من بارح للنهار ده وقعد كده بقلب في الفيديوهات وفي الاخبار مشاعر صدقة جدا وهنا مرة تانية مش مهم المرشح مين ومش مهم الشخص اللي بيختاروه او بيكتبوا اسمه فيه بطاقة الاقتراع المهم هو النزول في حد ذاته المهم الناس دي بترسي الرسالة للدول اللي هم موجودين فيها للحكومات المسؤولة عن الدول اللي هم موجودين فيها للعالم كله انه هم مصريين وطنيين بيحبوا بلدهم انه بلدهم تستحق الافضل انه عندهم اقتناع حقيقي بالديمقراطية اشتركوا في القناة